اشتركوا في القناة ومستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز حيث رفعوا إلى جلالة أيده الله خادص التهاني وأصدق التبركات بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار مثاق العمل الوطني معربين عن بالغ اعتزازهم بقيادة جلالة الملك المفدى ونهجه الحكيم مشيدين بالإنجازات النوعية التي حققتها مملكة البحرين في عهد جلالته الميمون لكل ما فيه تقدم ورفاه شعبها الوفي سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويقفقه ويرعاه وإديم على وطننا العزيز عزه ورخاءه واستقراره تحت قيادة جلالته وقد بدلهم جلالة الملك المفدى التهنئة بهذه الذكرى العزيزة شاكرا لهم تهانيهم ومشاعرهم الطيبة مؤكدا جلالته أن ميثاق العمل الوطني سيبقى منطلقا نبني عليه سيبقى منطلقا نبني عليه مسيرة المباركة ونجني ثماره لتعزيز مختلف الجوانب الديمقراطية والتنموية بما يلبي تطلعات شعب البحرين في المزيد من التطور والتقدم وأشاد حفظه الله بالإنجازات التي حققتها السلطة التشريعية على صعيد تطوير القوانين والتشريعات وإسهاماتها المشهودة في تعزيز مسيرة النهضة التنموية والدفاع عن قضايا الوطن وبالدور المهم الذي تطلع به السلطة القضائية في تعزيز مبادئ العدل والمساواة والحفاظ على الحقوق والحريات منوها بأهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لموصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات والارتقاء بها نحو أفاق أرحب من الإنجاز والتطوير بهدف تحقيق كل ما فيه الخير للمملكة وشعبها العزيز وأكد صاحب الجلال أن مملكة البحرين ماضية بخطة ثابتة في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من البناء والتجديد والتطوير من أجل خير ورفعة أبنائها ومستقبل أجيالها معرباً أياده الله عن اعتزازه بتكاتف أبناء البحرين جميعاً وحرصهم على الترابط وتوحيد الكلمة وبالعطاء المتواصل للكفاءات البحرينية وبما تحققه من إنجازات رائدة في كل المحافل تعزيزاً لمكانة المملكة ودورها الريادي ترجمة نانسي قنقر